تمكنت عن ناصر الحماية المدنية بولاية تبسة من العثور على جثة الطفل معتز بالله البالغ من العمر 12 سنة بعد أن كان مفقوداً قبل العثور عليه جثة هامدة داخل حاجز مائي عملية الانتشال تمت من طرف مصالح الحماية المدنية هذا وأمر وكيل الجمهورية بمحكمة العوينات فرقة الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق في القضية للإشارة فإن الضحية مصاب بالتوحد وكانت عائلته قد أعلنت عن اختفائه في ظروف غامضة